مرحبا فيكو فيد. لو سمحت اذا كنت جديد في القناة اشتراك وفعل الجرس لا يوصل على بكل جديد. طاقتك انت يا برج الحمل. انت حاليا في الطاقة العجلة للحظ. حينما انه انت تكون حسس نفسك يوم بتكون ناسي هذا الشخص ويوم بتكون متذكرة. يعني انت بين بتحس طاقتك طلعت ومبسوط وسعيد وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث وبتغيد كل الاحداث بتكررها مسلا من حد ما بلشته في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او ازا يعني طبعا لبعض منكم ازا انتم في انفصال. وازا انتم مع بعض انت حاسس ان مشارك اتجاه الشخص احيانا بتزيد اللف عليه واحيانا بتقل مسلا التصرفاته او اي شيء اه بيخليها تقل انه مسلا هو مهمل او متجاهل ازا انتم في العلاقة ازا انتم منفسقين فانت حاليا بتدير هاي العلاقة وانت كمان تخليها تاركها لله تاركها بالحظ وازا في نصيب انكو تلتقو مسلا راح تلتقو ازا ما في نصيب يعني ما اقومن بالقدر وازا ما في نصيب انه ما تلتقو ما راح تلتقو. هيك انت اه انت شايف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمنى او الحب اللي انت كنت بتدور عليه من فترة طويلة وانت حابب تستقر مع هذا الشخص عندك حب الى مش طبيعه واحتمال انه انت دخلت بعلاقة جديد وكأنه الحظ لعب معك شوي احتمال لبعض منكم طبعا بعض احتمالات يعني لانه اكتر من شخص يشاهد القراءة خلينا نشوف طاقته هو زعلان جدا انا مبين هندي طاقته هون كمان زعلان وزعلانه بعيد في حساباته وهون برده او عندي طاقته انه هو بعيد في الحسابات كلها من ناحية العلاقة وزعلان عليك جدا جدا وحس حاسس نفسه انه خسرك خلص يعني خسرك اه اه هو زعلان جدا جدا وزعلان عليك وفي طاقة مش مش مبسوط نهائي يعني هو في طاقة المحاسبة مع النفس وادمان على شيء ما اه عنده طاقة زعل وهو عارف انه خسرك هو عارف انه خلص انت زي جاب اخرك وهو زعلان كتير وهو بيفكر في كل اشي صار انت قدمت له ايام وهو كان متجاهله وكان متنشع اه كان لاحق شيء اخر او لاحق مسلا عمله اه كان دايما انت مسلا تقدمه اه يرفض او هو يجاهل لانه هو عارف انه انه انت اه اه متمسك فيه متمسك فيه لاخر لحزة هيك هو كان بيتجاهلك وهو هو قادر يصال حكا عفكرة الشخص هادا بس الزعل يمخليه انه ما ينتبه انه فيه طريقة ما يحل هاي المشكلة ما عنده ادراك نهائيا هو شخص لما يدخل بالمسلا موجة الزعل بيضل فيها على فترة طويلة وهو فعلا بيضل فترة طويلة في الزعل وبحاول اطعم الزعل بس هو مش قادر واحتمال زعلان انه انت يمكن تركته فجأة خلينا نشوف لكن انت بتحبه انت حاس المصير هو انت مصير كل اتنين تلت قوم مع بعض وانت احتمال تكون حاس انه هو اه يعني مش صدفة انت لقاته انت لقاته لو انه هو كاملك هو نصك التاني وانت حاسس انه هو نصك التاني ويمكن تكون انت توقع ما شو علا طيب خلينا نشوف طاقته حاليا هو في هو متكتف وهو مش عارف زي ما حكيت لك بالاول بتوقع طيب هو مش عارف كيف كيف يفك هالازمة او كيف يلاقي حل لانفصاله عنك او لتباعده عنك او انت اللي تباعدت عنه على فكرة مش خولت انت اللي تباعدت عنه انت عطيتك المتين وحملت حالك سكرت الباب حطيت البلوك اه سكرت وراك وما اطلعت وراك لانه انت تقريبا هذا الشخص عزبك لدرجة كبيرة لانه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات وبحس انه عمل معاك اكتر من موقف يعني عدة مواقف خلتك تشعر بالخدلان من ناحيته وانه هو ضيع فرص كتير يعني من ناحيته انه من ناحيتك عفوا انه انت عطيته اكتر من فرصة وكان يضيع هيا الفرص يعني بالوقت انه يخلي كل شيء للزمن للوقت للزمن للوقت فانت خلص ازاي فاضت فيك وحابب وحبت انه تفض هيا العلاقات كلياتها بمواجهة هذا الشخص فهو عفكرة الشخص هذا عقله عنده عقله صار اه ضغط في التفكير من ناحيتك انت يفكر في الكلام اللي بفكر في المبادرات اللي انت بادرتها والتجاهل اللي هو عملة كل اشي بيغيد في العلاقة من اول ما بلشت مع بعض في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة لان انا شايف البعض منكم وحتى الاغلبية انتم فيه انفصال تام. خليني اشوف ان الشخص هذا عقله يكاد ان ينفجر من التفكير فيك. وانه متباعد يمكن انت شاف انه متباعد. ومسلا انت بفكر انه ما بفكر فيك نهائيا. ولكن هو بفكر فيك اصلا انت ما بفكر ولا في اي شيء اخر. الا بيفكر فيك انت وفي العلاقة وكيف اللي صار انفصاله. وكل هادي الامور بفكر فيها. عن فكرة انت لازم يسيب انك تسامح. زي ما حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامحه لانه حاليا ضميره معزبه. وكمان هو بفكر في كل اشي صار بناتكه. يعني هم بيحكو لك انه تسامح عندما تطلب صراحك وتصفه بالماضي ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكو لك انه انت لما تسامح هذا الشخص راح تعرف ازا هذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات ان ما تنسى القلم اللي وجه لك اياه هذا الشخص وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص في لحظات معينة هي بتسبت لك انه هذا الشخص كان يحبك لكن هو شخص ممكن غير مدرك لافعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مثلا ازا جاهلك انت راح تروح وما ترجع. ازا مش مدرك ازا هو نشغل عنك وخلاك اخر اولوياته انه انت راح تحب اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص. وما كانش مدرك كل هذا الرح يصير. لهيك هو في حالة المحاسبة مع النفس. وبحاسب نفسه بيقنب نفسه بيقنب ضميره. لهيك هو في طاقة يعني التعبان والشخص لها فكرة مريض او التعبان نفسيا. من الانفصال اللي صار. الشخص التعبان ومريض. واحتمال انه داخل بحالة نفسية ايه خليته تارك اعماله وتارك اشغاله ومقيد بس بفكرة انه انت الشخص آآ خسره. الناس بقيله انت شخص خسره. يعني من الله. فهم بيحكوا لك هون لازم سير تسامح في هاي العلاقة. التسامح بيخليك انه تنسى شو الشخص هذا عمل فيه وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها. لما انت بتتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها عكيد راح تصفح عنه وتسامحه وتدرك ان هذا الشخص كان يحبك. لكن افعاله كانت تستطلق عكس دلك. هو كيف شايفك وليش شايفك بهاي الطريقة? هو شايفك صامت وشايفك انك انت انتصلت عنه. لكن هو شايفك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مسلا ازا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك انت صرحت له. انت اعطيته الكلام اللي كنت انت كابته جواك. فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت وانفصلت عنه نهائيا التزمت بالصمت. وهو شايفك انه كمان انه انه عندك ايمان بربنا انه ازا هو كان خير اليك راح ييجي وزا هو شرق انه راح يبعده. لانه شايف انه عندك روحانيات عالية جدا وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا. عندك الحاسة السابسة كأنك انت حسيت على هذا الشخص انه مثلا بيتلاعب. يتلاعب معاك. فانت صرحت له انت كذا 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 فهو تفاجع انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي او كيف يعرفك فيه نقطة زي حصل كشف حقيق. فهو شايف انه انت شخص روحاني لدرجة عندك احساس يعني احساس مية بالمية احساسك صادق. فهو شايف انه انت بتقدر تكشفه. لو اجع مسلا اتأسف لك انت راح تحكي له مسلا الاسف يعني اللي راح تتأسف له هي بعده انت راح تكرر الغلط اكتر ازا سمحت على تحلمه. فانت كأنه عندك احساس ازا انت سمحت هذا الشخص راح يتمادى اكتر معاك وراح يعني راح يعيد كل اشي اللي منه فيك دبل. فهو عارف انه انت واضح او كاشفه انت كاشفه انت كاشفه انت كاشف هذا الشخص هو عارف عشان هيك هو متخبي وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلها انت شخص بتكشف. بالحاس السادس بتكشف الاشخاص اللي امامك هيك هو شايفك انه انت صامت وفجأة بتهم. وفجأة بتصمت. وفجأة بتطع تحكي. وفجأة بتصمت. يعني هو شايفك انه انت مش متناقض لأ انت زي ما تحس ان هذا الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك بتطلع بتصرح ان انا بعرف ان انت مسلا اه مش صحيح او انت مش صريح او انت مش واضح او انت اه في حركة مثلا ندال من وراك او حركة غير صحيحة من وراك. فهو شايفك انه انت كاشف رائع يعني انت كاشفه. كاشف كلها لعيبة وكاشف كل خطواته. او هو زحقت بنفس بنفس الحركات اللي بعملها بكررها معاك. فهو شايفك انه انت صريح وهو غامض. انت كنت بالوقت اللي اه اه كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح وهو وفي الوقت الكامل لازم تكون فيه صريح هو غامض يعني عكسك كان. لكن انا شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح يعني واضح بعض الشاي وغامض بعض الشاي. وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بده يومان. طب هو كيف شايفك? وكيف شايف شخصيتك? هو شايفك ان انت مستقر. مستقر ماديا او مستقر معائلكك. مش شك انه نحكي مستقر ماديا يعني انت مسلا ان شاء الله الله بيعطي الجميع وبيكرم الجميع. لكن هو شايفك انه انه يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا باحتمال انه انه مسلا موفق بشغل معين. او اهلك مسلا الناس مرتاحين مادية وانت مسلا سعيد مع اسرتك. اه من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك. واحتمال انه انت شخص تشتغل في عمل اه موفر لك كل احتياجاتك الخاصة. فمش شرط ان تكون انت يعني في ناس بكو احنا لا نملك شاي. انت بتملك راحة البال. او اه تملك اخوة يخافوا عليك. او اهل يخافوا عليك. فهذا بيشوفه هو الشخص هذا بيشوفه انت تملك اشي فائق. يعني اشي اكتر من المال. لانه آآ كابتل العشر نقود اكتنق في بنتكا هو السعادة والراحة والرخاء. السعادة بين الاهل والاسرة. تملك تكون انت شخص متزوج وانفصل على هذا الشخص عنك بسبب انه انت في زواج او كشف آآ او صرحت له انه انت مسلا ما بتقدر تستغل مسلا عن اسرتك. او عندك اطفال وانت منفصل يمكن انت شخص على فكرة في انفصال طلاق او آآ وفاة آآ آآ زوج او زوجة وعندك اطفال وانت مستقر معهم. وانت وضحت له مسلا انت ما بتقدر تستغل عن اطفاله. فهو شايفك مستقر عائليا وماديا واحتمال ان انت مستقر مع عائلتك ومسلا اهلك يحبوك اما تحبك اختك اخوك. يعني هادي هو شايفها انه استقرار بالنسبة اليك. وهو شايفك انك انت شخص كما بعثت عنه استقريت. دورت عاستقرارك بسرعة. هو كيف شايف شخصيتك وشايفك طيب جدا. شايفك شخص صغير لكن عاقل وناضج. وشايفك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا. انت عندك حس عالي في انك اه او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. وشايفك هيك. وشايفك كمان انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة. او لو حتى دي الشخص اذاك انت بتروح تاتجاه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك المادي والاسري فقط. يعني نشرح انك انت بتضج مرة واحدة ولكن تصمت مرة واحدة. وهو شايفك انه انت اه شخصية اه طيبة جدا. هادئة نوعا ما. وكمان شايفك انه انت بتحب بتقدم الخير لكل الحواليك. لكن اذا الشخص حاول يستغل الطيبة فيك او الخير اللي انت بتقدم له اياه شفته استغلال انت راح تقطع معاه فورا. انت بتقطع. انت بتحبش حد يستغلك. حتى لو انت طيب. انت تحس اذا الانسان اللي امامك بستغلك او لا. هو شايفك هيك. انت شاطر جدا. مع انك صغير في السن. احتمال بس انا شايف انه في يعني لحظة اشوف في العمر. يمكن فيه فرقات بناتكم. احتمال لكم في فرقات اه عادات تقليل دينية. بس مش عمر. ما اعتقدش عمر. اذا في بينكم بس سنين قليلة. بس. بس الشخص دعلينا عليك جدا. حياة نفسه انه خسرة. لبرج الحمر. خلينا اشوف. بنعطي لكم من نصيحة وبننشق شو خطوطة. شنو هي وشو خطوطة. لحيزا. هعطيك كمان نصيحة من الكارت للرومانس. اللون. شوف شو بحكولك هوا. انا اعطيك كمان كبير. طيب. هنبللك اللي هو حاس كيف يؤثر القمر على طاقتك. ومظاهرك. وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت. لما في. اه في طاقة. احتمال الشخص هذا مؤثر عليك. عفكرة في طاقة انت بتجيك. وبتأثر على نفسيتك. لان عشان هيت بحكي لك انه انت. فجأة عندك كالة نفسية وبتحس حالك انك كالة هذا الشخص وما بدك اياه. وفجأة. انت بتحس نفسك انك بدك هيدا الشخص. لما في طاقة هيدا الشخص. اه. بتكون مؤثر عليك لدرجة بينهم. بحكوا انه القمر. هو مؤثر على طاقتك. في دورة ما. هي بتأثر على طاقتك. وبتأثر على. اه شكلك. الخارجي. فانا بحكي. الارجح واحساسي. ان الشخص هذا. هو بيخليك تفكر فيه. من جدر الطاقة اللي ببعتها طاقة الزعل. وطاقة الندم. لهيك انت بتحس حالك ان فجأة مسلا انت مطايق هيدا الشخص وفجأة بتحبه. هيك. بدون اي مبررات اي مقدمات. فانت لازم تعمل تسامح. لحتى انت تعرف وضعك في العلاقة. هل بتحبه هيدا الشخص او لا. يعني لازم تعمل تقييم. اذا عملت تقييم لنفسك. او مش عفو مش لنفسك. للعلاقة. شفت السيئات تبعته. وشفت الحسنات تاعته. وقيمتهم بالزبط. اذا شفت في الحسنات. فيه شغلات ممكن تثبت ان هذا الشخص بتحبك. انت اكيد رح تعرف هالا الشخص كيف كان نسبة. اه مسلا الحب لك. هل كانت السيئات ابتر وكان مسلا مش بس تجاهل. كان استغلالي. اه كان مسلا علاقات متعددة. انت رح تعرف من هالا علاقة انت لكن فيها. اكيد رح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك. وهو عن جلسة علينا عليه. ولو هو شخص كان مسلا مستغلت فقط. هو انا مش شاف انه استغلالي. لكن انا شاف انه عزبك نفسيا كتير. لحتم انت اطهقت وقلت له خلاص انا انا مش لعب. بديش الحب ولا بدي اي اشي. فانت بتقدر تراجع بكل اشي صار بنها تكون وتقيم. هل هذا الشخص هو بحبك فعلا? او لا. عشان هيك قولة سامح. سامح. وبلش قيم هل هذا الشخص هو بحبك او ما. طي انت بتعرف هاي قصتك وانت قادرة في المشكلة اللي صارت في ناتكو. وانت بتعرف زي هذا الشخص بحبك او كان هو مستغل لك فقط. خليني اشوف. المشكلة شكلها. الموقف هذا انتو على زواج. احتمال انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزوج. او انت صراحتو ازا مسلا ما تزوجتني انا راح اقطع هاي العلاقه. ففي شخص منكو في زواج. او انتو كنتو في زواج وانفصلتو عن بعض. طيب. خلينا نشوف اه شخص هادا شنوية وشو الخطلة اللي راح اقدمها ناحيتك. طيب. الشخص هادا مياه انه يصبر عليك. ويزهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت بتعرفه. احتمال يكون عتكرا في فرق بينكم في العمر بس مش كتير. وكمان احتمال يكون انتو من قرية اه عفوا من مدينة وهو من مدينة او قرية. احتمال انت قروي او هو قروي. وكمان هاد الشخص حابب انه كابر. ويفرجيك انه اه شخص مسلا تقيد. وشخص اه انه مسلا انه شخص يعني شخص عنده عالي او دي فرجيك برياء او انه مسلا هما بقدرين حين انتم امامها العلاقة. ما تكون انت مسلا رفضت تمثل عن زواج صابر. او انت كنت تزوج منفصل عن زواج. فالشخص هادا بده يظهر لك بده يظهر ان هو اه خلينا اشوف اكتر. انا شاب انه بده يرفع الايجو عنده بس. هادا نوعية. ويقعد رقك من بعيد. ردات فعلك لما انت تشوفه اه مسلا اه هو مسلا اه ما نحزل العلاقة كلها او انه ما عندهش مساكل انه تترك كفه هو بدي شوف ردت فعلك. وانه بتتحركش فيك يعني. حركة شكرا. نشوف. الشخص هادا يفرجيك انه هو سكر عالموضوع. وانه مش هامه اشي لا يخطوطه. وانه الايجو عنده عالي لكنه مهتم ومنهار. لكنه بدي يفرجيك انه هو شخص سكر عالموضوع. بنسبة الى انتهاء الموضوع. وانه قادر انه يجاوزك. بس. يعني الايجو عنده عالي جدا عن الشخص. مع انه بحالة لا يرسلها. يعني دي. اكتر من هيك شو حاطة رفرجيك وين. طيب. هيك ناوي. طب شو خط وطن من ناحيتك. الشخص هذا بالضيين هي مرحلة من القلم. وآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الشخص هذا يخب عنك مضعبين. خط وطن وانه هي نفس الاشي. الشخص هذا بدي يعني. يعني بصراحة انه مش بدي يرجع. هو بدي يفرجيك انه ما صور في ولا اي اشي. بدي يخب ويعاند الشخص هذا. ويزهر لك بشخصية انه هو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� مرحلة هو زي مرحلة انه انه انت خسرت هذا الشخص لكنه عارف انه هو الخسرت. هو عارف قرارة نفسه عارف. لكن هو بدي ايه بيين لك انه هو ايه مسلا انه مرأ في حالة التعب هاي لكن هاي ما اتعبته او ما ارهقته بس هو لساته واقف على اجريه وما يكسر. وبدو يفرجيك انه هو اه انهل الالم وبدأ بداية جديدة من ناحيتك. او مش من ناحيتك من ناحيت نفسه. امامك تقط. يعني دي تخبى ورقناه. انه هو مشهور هو اه هو مسلا محبوب من العالم وهو بواصل في نفسه ومسلا انت هزد ثقةه في نفسه. قلت له انت كزا وكزا وكزا. هو لا بدي فرجيك العكس ان الناس كلها بتحبه وكل الناس حواليه. وهو مسلا شخص ملك. او كل الناس بتبصله وبتتفرج عليه. وهو بدي او تتفرج على الدات فعلا. وهو بس بدي عين لك. انه اغلق الموضوع. بس. ما فيش نواية انه يرجع حاليا. انه هو حاليا تعبان. يعني هو في حالة الاكتئاب بعد الانفصال. يعني هو مكتئب بعد الانفصال. طيب خلينا نشوف الابراج. هنا السرطان. وهذا بشوف الاسد. وكمان الجوزية حكمال يكون الشخص هذا الجوزية. حكمال البعض منكم. وبرج العقرب. احتمال انتو بتتعاملوا مع برج العقرب جوزية. اسد. و فقط. حالة برجنا. اينا. اه شكرا للكو يا برج الحمل. نحكو لشيء الصدق في التعليقات. وهل عم جد هذا الشخص انتو تركتون نهائيا. لكن هو مش طالع من بيتكم. انتو تحسوا حالكم انتو تشفيتوا لكن. ترجعوا لورا. بتاعوا ترجعوا للذكريات. وترجعوا للتعب النفسي. اه. وهل عجبتكم القراءة. او حطولي تحت التعليقات. لا تنسوا الايكتب.